أني رقصته قدامة مقاتل ولوف وانا لا أعرف أرقصه عندي ستيتش فرايد ده إنجاز بحد ذاته أنت بفكر أني يا رب الأرض تشاء وتبلعني أكتر سنة اشتغطت قريباً في حياتي عملت أربع أعمال كلهم بحبهم وكلهم معتزب يوم جداً فاري لاكي أن أنا السنة دي أعمل أدوار مختلفة من الشبه بعض ووشه ظهر من الأعمال اللي أنا يعني هتفضل حاجة عندي يعني صفت سبوت كده في قلبي تجاهها بحبه جداً 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 طبعاً فكرة أنهم متصور فتنطة فاعلاً وكل ده سهل علينا الشكل مبدئياً بيساهد وبيساهل جميل قوي على أن الواحد يقرب للناس ويبدأوا يصدقوه لسه مبارح كنت مع حد بيقول أنا كنت خايف قوي مش قادر أتفرج على حلقتين الأخرانيين عشان خايف قوي على ضوحة وجميل مش عارف يحصل فيهم إيه وهم من الدرجات يصدقوا فده كان بالنسبة لي طبعاً كومنت عظيم أن الناس حبت قوي الشخصيوات وصدقوها وتفعلوا معيها بطريقة دي حرقة أحصابي ومنعطة بخطر دمرت نفسي طلع لي رينكلز ومنعطة بخطر ما فيش مشهد ما فيهوش يعني حزن شديد لأن طبعاً هي من أول حلقة بيحصل وفاة البنتها الله ومحفظنا يا رب فمشاهد ومشاعر كتير حزينة ومبدأين الغرفة ميدون صباح جيدة بس حاجة صغيرة جداً كنت عادة مع صاحبتي في السحل وإحنا دائماً منسيب باب البيت مفتوح في الدور الأرضي ومسلسل رعب جداً وأنا قاعدة بقرأ أورادي يعني متوترة وفجأة ببص كده لقيت واحدة ست معرفهاش من وراء صاحبتي ده تثبت وتسرعت وتخضيت لأتي حرامزت يعني داخل غلط بس الموضوع كلها الهواضل كان بيخوف أو أنا آخر حاجة كنت عايزها في الدنيا أني بقى ممثلة وكنت بكسف جداً وكنت لو حد جيت صور مع أبويا بخبي وشي عشان مطلعش في الصورة فأنا كنت آخر آخر حاجة عايز عملها أني بقى ممثلة والدي ما كانش عايزني أشتغل أصلاً فما كانش بيسعيدني في ده يعني أنا رحت أول مرة وما كانش يعرف أصلاً فلكن طبعاً فادني أنه هو لما الناس عرفت أن أنا بنت أشرف عبد الغفور عرفوا اسمي أسرع انتبهولي أكتر وأكيد تاريخه وسمعته الطيبة استهعلت علي أن أنا يعني يحبوني أسرع بدي كل اللي قدر عليه يعني عشان ما بقاش حسة أن أنا أسرت في أي حاجة فأنا أي حاجة مطلوبة مني في الدور بعملها للآخر ما أنا أنه يجيلي الحاجات اللي بقى فرحانة قوي بيها للدرجات دي زي ما أنا فرحانة بالحاجات اللي عملتها السانيتي